للحديث عن مصير المغيبين قصرياً في العراق والاتهامات باستغلال هذا الملف سياسياً معنا من برلين الناشط الحقوقي لأستاذ علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق أستاذ علي القيسي بداية مرحباً بك نتساءل أين ذهبت وعود سنة العملية السياسية في أثناء الانتخابات بحل ملف المغيبين والمعتقلين والمخفيين قصراً والمختطفين أين هم مما يجري من هذا الأمر؟ لا شك أن من يسمون سنة أو من يدعون تمثيل هؤلاء الذين تم اختطافهم ونحن نتحدث منذ ما يسمى بأحداث داعش نتحدث عن عشرات آلاف مغيبين من شمال بغداد ومن غرب العراق نتحدث عن عشرات الآلاف لا شك أن هؤلاء الذين يدعون تمثيلهم وعودهم كاذبة ويتاجرون في هذه القضية في كل انتخابات وأصبح هذا الأمر مفروغ مننا المشكلة الآن هي أن الحكومة العراقية الأخيرة ونحن في مجال حقوق الإنسان حقيقة نعتبر حكومة الكاظمي واحدة من أكبر النقاط السوداء في حياة العراقيين لأن هذه الحكومة ممثلة برئيسها لم تتحدث حتى الآن بكلمة واحدة عن المغيبين قصراً وعن قضايا حقوق الإنسان والمعتقلين يعني تعقد مؤتمرات دولية لتنسيق علاقات إيران ولمد جسور الصداقة مع إيران ولنزع فتيل أزمات إيران لكن حين نتحدث عن عشرات الآلاف منذ عام 2014 ونتحدث عن أكثر من مليون وربع مليون حسب تقارير منظمات دولية مغيبين ومفقودين مغيبين قصراً ومفقودين هل تعلم يا سيد الكريم أن منذ عام 2003 حتى الآن فقط من بغداد ومحيطها عدد المغيبين قصراً يصل إلى ربع مليون عدد المغيبين حقيقة من الموصل هم يتحدثون عن الموصل المدينة يعني الساحل العيمن والأيسر لكن لا يتحدثون عن القرى والنواحي والأقضية المحيطة بالموصل والتي يصل عدد المغيبين قصراً والمختطفين فيها إلى أكثر من 50 ألف لا يعول لا على سنة من يدعون تنثيل هؤلاء ولا على الحكومة العراقية الحكومة العراقية آخر إجراءات الإجرامية التي اتخذتها بهذا المجال من خلال تواصلنا مع المنظمات الدولية بدأت هذه الحكومة تعيق عمل المنظمات الدولية حتى الخارجية وتقول لهم بأن فتح هذه الملفات يسبب نزاعات ويسبب كوارث ويسبب غيرها هذه الحكومة لا تبالي بمشاعر أهالي المغيبين هذه أخي بها قضايا زواج وإرث وحقوق وأشياء حميقة جدا إذا استمرت أكثر من أولا البعض يقول سيد علي أن قضية المغيبين هدفها الرئيس هو من أجل التغيير الديمغرافي وكذلك التلاعب بالنسب السكانية على اعتبار أن قطع الولادات لجهة معينة سيكون بالتالي لحساب جهة أخرى وبالتالي البيانات التي قدمت في أثناء الاحتلال تكون متطابقة يعني مثلا على سبيل المثال خمسون ألف تحت الأرض لا يعلم مصيرهم أين لا يكون لهم بالمستقبل أي ولادات أي أولاد أي درية بالتالي يقل نسبة السكان لفئة معينة إلى أين بدأت ترى ذلك صحيحا؟ أنا صحيح أخي وأول ما بدأ في محافظة ديالة قد لا يعلم الكثير أن أكثر من 13 إلى 15 قرية في مناطق ديالة في بوهرز وغيرها وخصوصا قرية بوهرز منع عنهم حتى التسجيل في دائرة الأحوال المدنية يعني لا يسمح لحد الآن حتى النازحين الآن النازحين الآن لا يحصلون على تسجيل مواليد يعني نحن نتحدث عن النازحين عملية الإخفاء القسلي وعملية التهجير كلها تقوم على أساس طائفي القصد منه هو التغيير الديمغرابي والحكومة ليست غير مبالية ولا عاجزة الحكومة متورطة وتمنع وأقول هذا وأكرر تمنع حتى المنظمات الدولية الخارجية في التحقيق بهذا الأمر لأنها متورطة وكل الجرائم التي ارتكبت في عمليات الإخفاء القسرية والإعدام خارج نطاق القانون كلها من ميليشيات في هذه الحكومة بعد الانتخابات يعني صار العراقيون يسمعون حديثا من هنا وهناك بأن نشاط الميليشيات سوف ينحسر وبالتالي يخف الضغط على موضوع التغييب القسري هل تتوقع أن حلقة التغييب القسري التي هي بدوافع طائفية ربما يعني تقل خلال المرحلة المقبلة أم أنها سوف تستمر على نفس الوتيرة سوف تستمر على نفس الوتيرة وأكثر وأشد والسبب أن حكومة الكاظمي شرعت لهذه الميليشيات قوانين حكومة الكاظمي شرعت لهذه الميليشيات قوانين وهي الحكومة الأكثر خدمة للميليشيات بعكس ما تقول للأسف دول عربية بأن الكاظمي وحكومة الكاظمي والميليشيات والتغول الإيراني كل هذا كذب الميليشيات الآن سوف تكشر عنها بها أكثر لأنها أصبحت هذه الميليشيات تضخمة يعني عملية عملية تجارة الحشيش والمخدرات والسيطرة على الموانئ والسيطرة على المنافذ الحدودية لم تعتك فيها ولذلك تتوجه لعمليات الآن تفتتح مكاتب الآن الآن تفتتح مكاتب وتتوسع وتتوسع بشكل خطير جدا وتبتز المواطنين وتسيطر عليهم وتغير ديمغرافيا كل من يعتقد أن هذه الانتخابات سوف تكون سبب في تغيير الميليشيات أو تغيير نشاطها واهم والدليل أنه لحد الآن لا يستطيعون أن ينسقون تغيير حكومة سيد علي هل تعتقد أن الميليشيات وفرق الموت هل تعتقد أن الميليشيات وفرق الموت يستطيعون قمع الأصوات الرافضين لنظام المحاصصة في جميع مناطق العراق يستطيعون نعم في جميع مناطق العراق لأن الأجهزة الأمنية مخترقة من قبلهم والأجهزة الأمنية متواطئة معهم وما حدث في مدينة جبلة أبسط قبل أيام أبسط دليل لو كان هناك دولة وكان هناك سلطة للقانون وكان هناك مؤسسات دولة تحاسب هذه الميليشيات لا اعتقدنا بأن الوضع في العراق سيتغير لكن هنا أؤكد أن هذه الحكومة والأحزابها لا تمثل أي مكون من مكونات الشعب العراقي رغم أن الثقل الأساسي من الضيم والقتل والتهجير يقع على المكون السني وهذا أصبح واضح للعالم من برلين الناشط الحقوقي الأستاذ علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق نشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي شكرا مبارك الله بكم أهلا بك